موسيقى مرحبا بكم أعلن قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية في بلدية الدوحة عن تعديل أوضاع 63 منشاعة غذائية في المنطقة الصناعية كما أعلن عن إغلاق 49 منشاعة في المنطقة نفسها وللحديث عن هذا الموضوع معنا في ترحيب السيد محمد أحمد السيد أيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة مرحبا ومسلابك معنا فيه مرحبا فيك الله يزيك خير وخي خالد ومشاهدين قناة الريان أعطيكم العافية وأنا شكركم على الاستضافة هذه وإن شاء الله نحاول مناصر لكثير ما تبون من المعلومات لا شكر على واجب هذا واجبنا الله يطلع هذا واجبنا يا محمد في البداية محمد نحن نعرف إغلاق معروفة لكن تعديل أوضاع أو تعديل أوضاع ماذا تعني؟ ما تعني؟ في الأول الأخير نحن نفذنا قرارات صادرة عن المهندس محمد السيد موذيب يدعوها بشأن إغلاقات في محلات تجارية مخالفة هناك منشاعة غذائية مخالفة في المنطقة الصناعية مخالفة للاشتراطات الصحية أنا أحاول أن أفصل لكم هذا الموضوع يعني يكون بشكل أسهل لأن تدري تدخل فيها إجراءات فنية وإدارية وكذا ممكن تختلطه وتتبس على بعض الناس نحن لو كان كمية الإغلاقات هذه بشكل كبير يعني نحن نفذنا 49 إغلاق من يومين ومن أسبوعين تقريبا نفذنا 53 إغلاق فكان المجموعة حين وصلنا إلى 102 وتقريبا بيوصل هو كتوتل يعني قاعدين كوضع حالة ندرسها يعني عساس أن تصير فيها قرارات إغلاق 170 منشأة في كم مدة لا لا هو مش في كم يعني يعني إحنا بنوصل تقريبا لن 170 منشأة الإغلاق اللي راح يتم عليهم قرارات إغلاق اللي راح يتم عليهم يعني طيب هذه المئة وسبعين بس 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 200 منشأة نعم هم اللي راح يكون عليهم تعديل وضع تعديل وضع تعديل وضع إنه هو كمنشأة تجارية يعني نشاطة تداول المواد غذائية لابد أنه يكون مطابق يعني لبعض المواصفات والمعايير الغياسية سواء كانت محلية والدولية إحنا كنا حطين يعني هالموضوع هذه يعني يعني هذه المشأة لابد أنها تكون تطبق الحد الأدنى الحد الأدنى من الاستاندار يعني في حد أدنى وفي حد أعلى بالضبط يعني مش المفروض أنه يكون مطابق كل القوانين والاشتراطات لا هي الحد الأدنى من القوانين يعني الحد الأدنى من المواصفات المعايير مش قوانين الحد الأدنى من المواصفات المعايير أنا ما بيكون فايف ستار على سبيل المثال إحنا ما نبي شيء يكون فايف ستار ما نبينا يسوي الموضوع كلها سانو ستيرز وكذا ويكون نظام فندقي يعني عارفت شون لكن هو لازم يكون مطابق لمواصفات ومعايير يعني هي دولية على فكرة دولية ونحن نطبقها محليا بالضبط زين إذا نتكلم عن إجراءات التفتيش اللي قمتوا بها وتقومون بها يعني في أوقات محددة هل هي تكون مفاجئة أم يكون خلنا نقول يعني لها وقت مسبق قبل مثلا يعني يكتم اختار أصاحب المنشأة نفسه أنه راح يكون راح يكون على التفتيش في اليوم الفلاني هل غير توضح بس هالنقطة طيب شوف أخي ناصر احنا في البداية لو نتكلم بشكل يعني عسسنا نكون أدق في الكلام نعم احنا نحمل صفة ضرطية غضائية صادرة من النيابة العامة مختصة في قوانين تتعلق بالبلديات والبلدية وكل وزارة ممكن يكون لها في بعض الصراحيات وبعض الاختصالات عندهم ضرطية غضائية في قوانين تختص بشغلهم احنا في الرغابة الصحية نختص بقوانين الرغابة الصحية سواء كان قانون الاشتراطات الصحية وقانون ثلاثة لسنة 75 الخاص بالاشتراطات الصحية حق المنشآت غضائية أو قانون 98 مراقبة الأغذية العدمية فاحنا هذه الضبطية أنا لما أدخل المنشآة قبل قبل تحرير المخالفات احنا ضبطية إدارية من ناحية التوعية وأنه يعدل من أوضاعها وأنه يعمل يعني كافة إجراءات يعني أنتوا ترطونهم خبر قبل أي إجراء قانوني تتخذ ضدها وبعدين إذا كان تعدى مرحلة المخالفة نصير يعني إلى مستوى وشو اللي هي الضبطية القضائية أن نحرر لمحظر الضبط المخالفة إذا كان ما في صلح بيني وبينه أو بين يعني الإدارة أو الوزارة وبين المخالف ترفع إلى الجهات الأمنية ومنتمة إلى القضاء والنيابة العامة أنا قبل أن نطلع من المحر نريد أن أعرف متى يتم إعطاء الضبط متى يعطى مخالفة أو إقلاق ومتى يعطى تعديل وضع شوف أخو ناصر أنت بعد سألتني سؤال أوشا قبل أن نروح لها الموضوع وشو اللي هو التفتيش التفتيش من ناحية علمية احنا عندنا نوعين من التفتيش تفتيش دوري أنا عندي مفاتيشين في مناطق يعني 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 يفتشون في مناطقهم كلهم في حدود منطقتها وكلهم في حدود اختصاص المنشآت اللي هم يسؤل عنها لأن المنشآت كثيرة المنشآت الغذائية تختلف المنشآت لمنشآت يعني المطاعم غير عن الكافيتريات غير عن السوبر ماركت غير عن الجمعيات وهايبر ماركت غير عن المخازن والمستودعات الواحد حسب طبيعا بالضبط يعني هذه كل المنشآت لها مواصفات ومعايير موجودة يعني مش أنها هي معلنة عنها وموجودة في المواصفات والتغييز وصاحب المنشآت المفروض أنه عرفه ولا كيف فتح المنشآت لازم يجونا ناس عندنا مختصين عينوا ولا وقالوا ولا عندك الخطوات واحد اثنين مثل هذا وتطبقها حسب منشآتك هذا بالنسبة عن التفتيش الدوري والنوع الثاني عندنا تفتيش اسمه تفتيش موجه هاي من ناحية علمية تفتيش موجه كيف تفتيش موجه أنا أقول له روح على هالمنشآة فتش عليها ليش روح على المنشآة ذي بالذات فتش عليها شاكوة فصار هاي تفتيش موجه انت حدت للمنشآة انه يفتش على المنشآة بناء على شاكوة او اذا كان اغوى عنده متابعة لما اغوى عطاك اللي هو التنبيهات اللي عندك انك تعدل من المخالفات او لحي ما صارت مخالفات فلما يجيك مرة ثانية يقصد منشآتك انت بالذات هذا يكون تفتيش موجه نوع من المتابعة بناء على قبل كان فيه اخذ وراد معاه او جيت وشفته عنده مشكلة او شكوة كانت عليه فاتكلم عن التفتيش الموجه اللي هو بعد اعطاء التنبيه لا انا اتكلم عن اللي هو انواع التفتيش ايه احنا نوعين تفتيش دوري وتفتيش موجه نعم السؤال احنا هل انت حين قبل ان تروح له او قبل ان تروح اخطره لا لا قبل ان تروح اقل المنشآة مثلا اللي انت بتفتش عليها ما يصير عليها تفتيش مفاجأ مثلا لا التفتيش الدوري مفاجأ لا انت جيت الدوري مفاجأ الدوري مفاجأ وحتى التفتيش الموجه مفاجئ نعم أخي محمد هل أصحاب المحال عندهم خبر بالأشياء المطلوبة منهم هل في طريقة تتواصل معهم هذه مواصفات نحن نتكلم عن التفتيش نفسه نحن نتكلم عن مثلا هل أنتم عندكم برامج توعوية لأصحاب المحال مثلا سواء كانت مطاعم السوبر ماركتات تختلف هل أنتم عندكم مثلا برامج موجهة لهم توعوية عشان ما تصر عليهم مخالفات شوف في أقل من ثلاث شهور يعني في أقل من ثلاث شهور ما أنا بيقول خلال هالسنة نحن شاركنا في برنامجين مع الشركات المنشآت سواء من شركة سي بي آي في فندق هيلتون وكان معظم الشركات والمطاعم حاضرين على السنة يشوفون المعايير والاشتراطات التي تتعلق بالإجراءات الحكومية وكيفية اتخاذها وضبط المقالفات وكان فيه تخوف وشد ما بين المنشآت التجارية والإجراءات الحكومية عندنا كوزارات وعشان يحصل على الرخصة البلدية أو رخصة المزاولة أتوقع أنه لازم يكون عارف على كل الشركات أهوة لما بيجي يرخص لازم بيروح الجهة المعنية في نشاطة يعني لو بيفتح مواد غذائية لازم يجي عندنا القسم ونحن نطلع لمعاين وبيعطيه كل الاشتراطات وبيقول له أنت عندك كذا مرح يرخص رغم اثنين في التجديد أهوة كل سنة يجدد الرخصة وبعد نعاين عليه مرة ثانية دائما قبل التجديد لازم يكون فيه تفتيش أو جولة بيطلع معاينة مفاتش بيطلع معاينة إذن نتكلم عن أبرز المخالفات التي تم تسجيلها على منشآت معاينة في الصناعية في الحملة الأخيرة نعم نحن نشوف المنطقة الصناعية أكثر المخالفات أو الإغلاقات التي صارت كلها بخصوص الاشتراطات الصحية والمعايير ومواصفات ليس مواد غذائية ليس مواد غذائية مواد غذائية اللي هي أحيانا يعني لو كان عندنا إغلاق أمية وثين منشآة قانون مواد غذائية معنات أنت عندك حالة تسمم كبيرة يعني عطني مثال على واحد من الأغلاقات مثال على أحد الأغلاقات نحن يعني كانوا ودنا أن تكونوا معنا أنتم في التقرير هناك يطلع من معنا تصويت الفيديووني لو أعطتنا خبركم فتروحون بالعكس سواء كان معكم أو مع كل مؤسسات الدولة باليسرها كاشتراطات صحية ومعايير رغم واحد عندنا اشتراطات عامة المبنى المبنى لازم لا يكون متهالك ومتآكل وما تكون الحيطان والجدران فيها تشققات وفيها فتحات تسمح دخول حشرات وقوارض وفقران وكذا الأمر اللي ممكن قد يسبب إلى أنها توصل إلى المواد الغذائية وتأدي لفسادها يوصل القانون الثاني يوصل القانون الثاني قانون تنظيم الأغذية العدمية الأسقف والأرضيات والجدران هالأمور هذي كلها اللي تتعلق بالمبنى الاشتراطات الخاصة اللي تخص بالتبريد والتثليج أنت عندك لحوم مثلجة أو مبردة أو مجمدة المواد الغذائية أدواتها كيف حفظها وطريقة التبريد كم درجة الحرارة تكون بالماينوس في التبريد كم درجة حراراتها يعني هل ثلاجات التبريد مواصفات معينة خاصة بالقذاء المواصفات المعين بالمبنى بشكل عام أو بالمشا بشكل عام صحيح فهذه وغير هذه أن هناك يعني بعض المنشآت ما رخصت فتح وزاو النشاطة على أساس أن اللي حين عنده إجراءات يتخذها وكذا ما ينفع بدون لا إحنا نجي نعاين لماذا ركزتوا عن الصناعية لماذا ركزنا عن الصناعية أنا يعني قبل أخوي ناصر انت استضافتني وقيت لك هالكلام احنا عندنا خطة وبرنامج نمشي عليه استضافتني قبل رمضان قلت لي ليش نركز على المطاعم الحلويات وكذا في رمضان والقرانقعو وهذا الشيء احنا ما عندنا شيء احنا نركز على كل المنشآت الغذائية وقلت لك أنا كل المنشآت الغذائية اللي دول المواد الغذائية هذه ونركز عليه في التفتيش لكن عندنا برنامج وخطة نمشي عليه يعني أنتم ما شئنا على خطة معينا يعني نقول الدور جاي على ومش عن دور نحن نقول لللي يحس أنه إلى الآن على فكرة محاضر المناطق الصناحية مش محاضر قريبة محاضر يعني صار لها فترة وصار لها كم من شهر نحن طرعنا عليها وفتجنا وعدنا لكن هذه إجراءات يعني يتم إقلاق زيني يتم إقلاق بعد كم الإغلاق على منشآة وحدة له إجراءات له إجراء فني وإجراء قانوني ولازمة تتشكل وبعدين يصر فيها قرار برئيس البلدية ومحاضر المناطق محمد لو بنتكلم عن مثلا أنا عندي شكوى نعم وشون الآلية اللي أنا أوصل فيها الشكوى لكم ممتاز إحنا عندنا خط ساخن في وزارة البلدية تستقبل منك أي شكوى في أي اختصاص مش في الأغذية في أي شيء في أي مجال خاص مثل عدد غير بوزارة البلدية وتخطيط العمراني رغم 4-4-2-6 هذا الخط الساخن عندك موقع للإستقرام الخاص بوزارة البلدية وتويتر وفيسبوك التواصل الاجتماعي عندك أنك تتواصل مع أي قسم من أقسام الرغابة الصحية في أي بلدية في السبع بلديات في أي بلدية إذا كنت أنت تب تروح وتراويهم العينة وتب أنك أنت العين تب تأخذ الجراء ممكن تتوجه إلى القسم بالنسبة لي أنا في قسم الرغابة الصحية بلدية الدوحة عندي فريق مختص في الشكاوي عندي مكتب فني فيه فريق كامل مختص في الشكاوي دواما من الساعة تسعة الصبح لين ثلاثة الفجر يعني أحنا أنا مثلا دخلت أي مكان وشفت مثلا المواد غذائية فاسدة تصلت إلى هنا هل يجوني على طول إن شاء الله ما بتلقى إن شاء الله لا مثلا لا سلقان ممكن أن يصير في تغيير أو إخفاء لهذه البضاعة مثلا لين تجونهم وما يتم ضبط قضايا عليهم هل يعني هل يوصلوني على طول عندنا وحدة مراقبة الأغذية موجودين طبعا فيه ناس على التلفون وفيه ناس مدومين فريق الشكاوي يمداوم شفتات ورديات يعني يداوم مرات صبح مرات ليل وعقوا بإجازة وإذا طلع إجازة غيره مداوم لأن هذا محمد ممكن تحتاج إلى ضبط غضائي يعني وإن يشوف البضاعة قد دارها لازم من يكون عند ضبط غضائي من غير ضبط غضائي الإجراء باطل لكن لازم بعد من ناحية الورغية ومن ناحية الإجراءات القانونية لازم تكون صحية وسليمة أيضا مثل هذه الإجراءات لا بد أن يكون فيه في تعاون فهل هناك تعاون بينكم وبين جهات أخرى أيضا في الدولة أول شيء في نفس النطاقة هذه نبي نشكر التجار أو أصحاب المنشآت هناك في تعاون كبير منهم في منهم كثير من التقيد أحيانا يصير عند التاجر خوصا المحلات اللي نحن نتكلم عنها كفاتريات مطاعم هو جايب لشخص ويماسك المحل لما يتعلم أو يأخذ التوجيهات أو يأخذ البيانات اللي عنده يسافر يغير شغله ينقل كفالته يجي عامل جديد ما بعرف تصير عنده المخالفات هاي من الأشياء اللي تواجهنا رغم اثنين كثير منهم تقيدوا كثير منهم متساعدين ومتفهمين لأن هذه قوانين ووجرات إحنا ما رح نطلع برع منها إذا كان إحنا وإحنا الكل يخطأ ما في شخص ما يخطأ إذا كان عندنا إحنا أخطاء وعندنا إجراءات على خطأ إحنا مستعدين حق أي مناقشة ومستعدين حق أي مواجهة ويقدر هو المشرع يعني عطاه أنه يرفع التظلم ويوصل للتظلم للجاة مسؤولة ويرفع قضايا وكذا ما عندك أي مشكلة إحنا الحمد لله في دولة غطر دولة قانون وإحنا الراعي أول شيء المستهلك والتاجر التاجر هذا شخص قاعد يتاجر بالحلال وهذا رزقه إحنا مش وكفين ضده بالعكس إحنا معاه ونساعده هاي الموضوع لو صار يعني الله يسر أموره ويجونا أكثر عدد من المستهلكين ويأخذهم الصناعية يعني اللي صار في الصناعية اللي صار في الصناعية أنا عندي أكبر عدد شريح السكان الصناعية من العمالة صح العمالة صعب أنه يصلون لك شكوى أو يصلون لك ملاحظات للجهات المعنية والمختصة العمالة يعني أهو دام أن نعايش في دولة غطر إحنا ما نفرق ما بين مواطن وما بين مقيم هم كلهم مستهلكين نعم فئة العمالة لو كانوا من المقيمين لكنهم فئة عمالة ما يعرف يوصل لك شكوى أهو في سايت أهو في مكان في موقع هذا دورنا نحن نتقف بضر لأن المشكلة لأن سكن العمال هناك في عدد كبير من العمال ما في سكن هناك حق شخص أو شخصين بالمئات أنا ما أدري يعني شون وطرهم وشون طريقتهم بالمئات لو صار أن هناك في وجبة فاسدة أو وجبات قدمت لهم وجبات فاسدة طيب وبعدين ما يصير يعني أنت عندك كم سرير شاغر في مستشف حمد كم موقع شاغر وتوقف وانت في الدولة الحين يعني عندك ما في وقت وعندك أمور لازم تمشي ومشاريع لازم ما تتعطل نعم هاي الأمور حمد نتكلم عن يعني أنت من واقع خبرتك في عملك مختص يعني بالرخاص والمخالفات سواء كاتل غذائية وغيرها ايش تنصح صحاب المحلات اللي فاتحين قبل واللي بيفتحون جدد كيف ايش نصيحتك لهم يعني ايش الأشياء المفرض أنهم يحتطوا لها اللي بيفتحون مشاريع المواد غذائية أو اللي بيفتحين أصلا أهم الأشياء المفرض أنهم يعني يحطونها في الحسبان أنا أفضل أفضل أن صاحب المنشأة هو اللي يكون مباشر على الموضوع ما يعتمد على العامل اللي عنده أو الموظف اللي عنده ويهمل الموضوع هنا تصير المخالفات وأكثر المخالفات عندنا بهالطريقة هذه صاحب المنشأة وصاحب الحلال غير رغم اثنين إذا كان الموضوع كان كبير طبعا أنا ناس ما قلت لك على حسب المنشأة يعني كافيترية غير عن مطاعم كبيرة وتعد ولا مطابق شعبية وتعد حق بال400 شخص بال500 شخص لازم يكون عنده واحد مختص بالهجين ومختص بالسيفتي فود الفود سيفتي على شخص أنه يكون سلامة الأخذية اللي يعرف الاشتراطات وعرف المعايير وعرف المواصلات ومتابعهم لاحقها سواء بالنت أو بالمراجع محمد ولو بشكل مختصر عش بعد الصناعية؟ الدوحة كلها احنا بلدية الدوحة ما في شيء الله يوفقكم الله يوفقكم دائما نحن نكون موفقين فيه شيء وهذه صحة المستهلك يعني ما نقدر نحن نوقف نحن نظر رقم مرة ثانية أربعة أربعة أثنين ستات لي حق أي حد مجتكي من المستهلكين أنا صراحة وجه تحية سواء كانت مواد غذائية أو أي شك تعلق بالبلدية نعم أنا صراحة توجه بشكر يعني الشباب اللي ذكرتهم اللي يدومون لنا الساعة ثلاثة في الليل على سلامة وصحة هالقطر وكل من يقيم على هذه الأرض هذا واجه نطر طيب وفيض الله يجيهك واجه كبير سيد محمد سيد رئيس قسم الرقابة الصحية في بلاد الدوحة شكرا لك الله يحب إذن مشاهدنا الكرام ننتقل إلى موضوع آخر إذا قامت كلية المجتمع في قطر وبمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات معرضا للتوظيف أمام مبنى الكلية وذلك لإطلاع الطلاب على كافة فرص العمل المتوفرة طبعا هذا المعرض المهني الثالث التي تقيم لكلية المجتمع هي فرصة للشركات والمؤسسات الحكومية والوزارات والبنوك الوطنية والجهات المشاركة مما فيها حتى قناة الريان العرض فرص للتوظيف وفرص الابتعاث للطلاب التي تحققين في كلية المجتمع في قطر كلية المشاركة في قطر فيها الآن حوالي ألفين طالب وطالبة مجموعة متميزة خلنا أقول جاهزة للتوظيف أو جاهزة للإفتعات لأنهم عندهم يدرسون سنتين معنا ثم يستكملون سنتين أخريتين في جامعة أخرى كانت جامعة قطر أو جامعة التعليمية أو خارج قطر اليوم إحنا وجودنا في كتر كرير فير معرض المهني في كلية المجتمع نعطي الفرصة حق الطلاب القطريين واللي يدرسون في الجامعة ندعمهم بالسكولورشوب والبعثات الموجودة في قطر وخارج قطر حسب الطلبات الشركة ونعرفهم عن الشركة شنوية شركة قطر يتركوا مطلبات التي تحتاجها في شتى المجالات منها الهندسة والإدارة طبعاً هذا المعرض وشعر للمطلاب كيف أهمية وجودهم في مثل هذه المعارض هل عندنا طلاب كثير يشاركون معنا كمتطوعين فعند المجموعة هنا متطوعة من طالباتنا موجودين وغيراً يكون مجموعة من الطلاب هذا وشعر تدريب لهم تحت الفرصة كمان ليلتقون مع هذه المأسسات عندنا بعض العارضين من طلاب الكلية هم يشتغلون في هذه المأسسات وهما طلاب عندنا بالكلية كل هذه عبارة خبرات للطلاب تتكرر أمامهم خلال دراستهم لمدة مرتين ثلاث مرات في حياتهم فهي تستفيدون منها وبجانب الفرص الوظيفية المطروحة والبعثات المطروحة تابعنا معكم مشاهدين الكرام هذا المعرض الذي يقام فيه كلية المجتمع طبعاً خالد جميل مثل هذه المعارض التي يمكن حتى ذكر دكتور بلها تقام يمكن ثلاث مرات في السنة قدام الطلاب بعضهم يمكن غير راية بعد ما يتخرج يدري هين بيروح وحلو ناصر قبل التخصص في أكثر الجامعات حصل هذا التوجه في دولة قطر يقولون لهم ايش متطلبات سوق العمل ايش يبغلون من مضايف فهذا شيء حلو أن أنا عارف متى بخلص وين بداهم وفي أي مجال جميل بالذات أن هذه المؤتمرات يمكن أن تتفرع وتدعم أيضا للمعرض الكبير والمعرض المهني الذي يأتي سنويا ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكل شبابنا وبناتنا ونتمنى لهم إن شاء الله ومستمع نطلع فاصل يا ناصر لودك عزيزة المشاهدين نطلع فاصل وبعدها نتابع انطلاق فعاليات منتدى الشرق الأوسط السنوي الخامس للتبريد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر